دايما احنا كان عندنا مشكلة مع اختيار الغسول المناسب للبشرة المختلطة يأما يبقى الغسول فعال وبينظف كويس لكن في نفس الوقت يبقى قاسي على البشرة وبيسبب جفاف يأما يبقى لطيف ومش بيسبب جفاف لكن مفعوله ضعيف ومش بيعمل حاجة مع مشاكل الإفرازات الدهنية والحبوب غسول النهاردة من كوريا ممكن يبقى قادر يمسك العصايا من النص فعال وفي نفس الوقت لطيف السلام عليكم مساكم الله بالخير وأهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد معكم دكتور صيدلي عصام شومان زي ما وعدناكم هنحاول الفترة الجاية نركز أكتر على المنتجات الكورية والمنتجات اللي فعلا كويسة وفعالة وفي نفس الوقت تكون بعيدة عن برندات المقاطعة فالنهاردة معنا غسول من برند كوزريكس الكوري واسمه كوزريكس سليسيلك أسد ديلي جينتل كلينزر وزي ما احنا متعودين هنشوف تركيبته التفصيلية وانفصصها مع بعض وهنعرف أهم فوائده ومزاياه وعيوبه وطريقة استخدامه وكل المعلومات عنه ظاهر قدامكم دلوقتي على الشاشة التوقيت اللي هيبدأ فيه كل جزء عشان لو حبيته تروحوا عليه على طول وبالنسبة للسعر هسيب لكم في التعليق المثبت أرقام الواتس اللي تقدروا تتواصلوا معاها عشان تعرفوا الأسعار في مصر والسعودية ويلا بينا نبدأ دي التركيبة التفصيلية للغسول زي ما حضراتكم شايفين قدامكم على الشاشة أول حاجة هنلاحظها إن أول مادة في التركيبة بعد المية على طول هي الجليسرين ولما نشوف غسول تركيبته بتبدأ بالجليسرين قبل حتى المواد المنظفة على طول نعرف 3 حاجات أولا إن الغسول ده هيكون لطيف جدا وسانيا إن ملمسه هيبقى غني وكريمي أو زيتي وسالسا إن رغوته هتبقى قليلة مش كتيرة خصوصا بقى إننا هنلاقي المواد اللي جاية بعد الجليسرين على طول هي أحمد، مايريستيك، واستياريك، ولوريك ودي بنسميها أحمد دهنية وليها فايدتين أول فايدة إنها بتنظف البشرة وبتساعد على أزالة الدهون والشوائب والأوساخ منها وتاني فايدة إنها في نفس الوقت تعتبر مواد مرتبة ومناعمة للبشرة وده بيأكد إن الغسول ده لطيف بالزيادة وفعلا ملمسه هيكون غني وكريمي زي ما قلنا بس الأحمد الدهنية دي ما بتعملش رغوة طيب فين الرغوة؟ الرغوة أهي المادتين دول صوديم، ميثايل، كوكايل، تاوريت وكوكا ميدو بروبيل، بتين هي دي المواد اللي بتعمل رغوة في الغسول ده بس برضو دول يعتبروا مواد تنظيف لطيفة جدا مفيش صالفيت ولا الكلام ده خالص يبقى في البداية كده خلونا نتفق إن الغسول ده ملمسه كريمي رغوته قليلة خالي من الصالفيت والحد دلوقتي مفيش أي حاجة تخليه يسبب جفاف خالص بالعكس ده هيرطم ده كده مبدئيا ولسه هنشوف باقي التركيبة ويت ويلو باركووتر أو ماء لحاء نبات الصفصاف الأبيض النبات ده يعتبر المصدر الطبيعي لحمد السلسلك فاحنا عندنا المستخلص النباتي اللي بيجي منه حمد السلسلك وعندنا حمد السلسلك ذات نفسه أهو زي ما انتو شايفين السلسلك أسد واللي موجود هنا بتركيز نصف المية التركيز ده كويس على فكرة حمد السلسلك مادة قوية ويوم ما بنعمل منها تركيز عالي قوي في سيرم مثلا بيبقى اتنين في المية فتركيز نصف في المية في غسول مش قليل خصوصا لما نضيف عليه مستخلص نبات الصفصاف كمان فنقدر نقول انه هيبقى أعلى من نصف في المية وأظن كلنا عارفين فوايد حمد السلسلك لو انت من المتابعين الأوفياء للقناة فانت خلاص نقدر نعتبرك بقيتي صيدلانية وأستاذة في مستحضرات العناية بالبشرة والشعر دلوقتي وأكيد عارفة ان حمد السلسلك أو اللي بنسميه بيتش اي اي او بيتا هيدروكسي أسد هو حمده مقشر مفيد جدا للبشرة الدهنية بالذات ليه؟ بالضبط كده برافو عليكي لانه بيدوب في الدهون وبيحب الدهون فيروح عند المسام المتعبية والمسدودة بالدهون والخلاقة الميتة ويشتغل بقى ويدوب ويفتت كل الكلام ده وينظف المسام دي خالص وبالتالي هيكون فعال ومفيد لكل مشاكل البشرة الدهنية أو المختلطة زي المسام الوسعة والرؤوس السودة والبثور والحبوب كل المشاكل دي حمد السلسلك بيساهم في علاجها والوقاية منها خصوصا ان حمد السلسلك مش مجرد حمده مقشر بس ده كمان يعتبر مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهاب بس بالرغم من المزايا والإيجابيات دي كلها لحمد السلسلك الا انه عنده برضو شوية عيوب وسلبيات اولها انه هو في حد ذاته مادة إيريتنت يعني ممكن يسبب التهاب وجفاف لو بتركيز عالي وهنا بيجي الزكاء بتاع التركيبة دي من كوزريكس انه قبل السلسلك حاطت مواد مرتبة كتير ومستخدم مواد تنظيف جنتل ولطيفة جدا فيوازن ويمنع أي جفاف ممكن يسببه حمد السلسلك بعد حمد السلسلك على طول هنلاقي برضو معانا حمد السيتريك وده واحد من أحماض الفواكه المقشرة ولكن تركيزه قليل وفي وسط المرتبات والحاجات اللطيفة دي هتكون الدنيا تمام ومفيش مشاكل آخر مادة فعالة معانا في الغسول هي زيت ورق شجرة الشاي أو تيتري ليف أويل وده من المواد المعروف انها مفيدة جدا للحبوب بالذات لأنها بتكافح البكتيريا اللي بتسبب الحبوب وكمان مضادة للالتهاب التركيبة ما فيهاش كحول وما فيهاش عطور صناعية المواد المعطرة هنا مواد طبيعية ودي أكيد ميزة كويسة كده احنا شرحنا التركيبة بالكامل تعالوا بقى نشوف غسول بتركيبة زي دي هيكون مفيد لحالات إيه بالزبط وننصح مين باستخدامه كوزريكس سليسالك أسد ديلي جينت الكلينزر ومن خلال تركيبته اللي شرحناه بالتفصيل أقدر أقول أنه هيكون مميز ومفيد ومناسب جدا للبشرات المختلطة المعرضة للحبوب عارفة البشرة اللي هي في الشتاء بتجف شوية وفي الصيف بتدهنن وممكن يطلع فيها حبوب كمان أو اللي بتبقى فيها الإفرازات الدهنية زايدة في منطقة التي زون دي بالتحديد لكن عند الخدود بتبقى نشفة دي هي أكتر نوع بشرة هتحب الغسول ده وهترتاح عليه وهتشوف مع نتائج كويسة مع المدومة لأنه هينظف كويس وهيحارب الحبوب وفي نفس الوقت مش هيسبب جفاف خالص ولا هيكون قاسي أبدا على البشرة خصوصا كمان لو بشرتك مختلطة حساسة زي ما اتفقنا مفيش كحل ولا عطور صناعية فهيكون معاكي زي الفل بس على فكرة وارد جدا يحصل بيرجينج أو تطهير وتظهر حبوب أو تزيد شوية في بداية الاستخدام ده شيء طبيعي جدا مع أي مستحضر بيحتوي على حمض السلسلك لكن مع الوقت لما تتعود بشرتك عليه كل ده هيختفي طيب لو بشرتك دهنية قوي البشرة اللي هي إفرازاتها زيدة طول الوقت صيف وشتة ومتبهدلة بسبب الدهون هل الغسول ده هيبقى أحسن اختيار ليكي؟ بصراحة لا هتبقى محتاجة حاجة قوتها في التنظيف أعلى من كده وهتبقى برضو محتاجة أن الغسول يبقى فيه مواد بتنظم الإفرازات الدهنية وتقللها وتسيطر على نشاط الغدد الدهنية بفاعلية زي مثلا أملاح الزنك ودي مش موجودة في غسول النهاردة فالخلاصة بشرتك مختلطة حساسة معرضة للحبوب يبقى ده هو غسولك واختيارك اللي هتحبينه أول حاجة هنشوفها لما بنجرب الغسول ونحس بملمسه هنلاقيه فعلا كريمي زي ما قلتلكم وهنبدأ طبعا نرطب بشرتنا بالمية وبعدين هناخد شوية من الغسول ونعمل مساج لطيف كده لمدة 20 أو 30 ثانية بالكتير خلي بالك ما تزوديش قوي في التدليك ولا تفركي بالزيادة عن اللزوم ما تنسيش ان ده حمد سليسلك والتركيز مش قليل ولو عملت كده ممكن تحس بجفاف زايد فخليكي لطيفة في الاستخدام وطبعا الغسول تقدري تستخدميه مرتين يوميا مفيش أي مشكلة وفي صيف وشتة برضو عادي جدا وبعده هتكمل الروتين بتاعك وما تنسيش واق الشمس الصبح لو هتخرجي وهتتعرضي للشمس والمرطب المناسب بالليل أكيد الغسول آمن جدا ومناسب لكل الأعمار حتى الأطفال فوق عمر ثلاث سنين يقدروا يستخدموه وأكيد برضو آمن ومناسب جدا للحوامل والمرضعات مفيش أي مشكلة ده كل اللي أقدر أقوله عن مستحضر النهاردة كوز ريكس سليسلك أسد ديلي جينتل كلينزر غسول حلو جدا للبشرة المختلطة الحساسة المعرضة للحبوب جربوا وقلوا لنا تجربكم في التعليقات وبس ده كان فيديو النهاردة لو عجبكم الفيديو من فضلكم ما تنسوش تدعمونا باللايك على قد ما تقدروا وتعملوا شير للفيديو ده مع كل أصدقائكم وأكيد تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيهات عشان تتابعوا كل فيديوهاتنا الجاية بإذن الله والفيديوهات اللي فاتت هتلاقوا زهرة قدامكم دلوقتي على الشاشة ونشوفكم دايما على خير إن شاء الله عاشت فلسطين حرة مستقلة في أمان الله